يحمل سجاد جهاز التنفسين ما حل أو ارتحل فقد أصيب بمرض الربو المزمن قبل سنتين أتخنة وأمراض تنتشر بالقرب من موقع جمع النفايات هنا في خرب بعقوبة حيث منطقة أم الأعظام يسكن ما يقرب من عشرة آلاف نسمة لا إن الأمراض تحيط بهم بعد إنشاء موقع لجمع النفايات تابع لبلدية بعقوبة أكثر من مرة يشعلونها فمن شعلوها يعني مرتين ثلاثة دخان وهاي فشكل عنده رابو من شكل عنده رابو يعني هسا أدنى دخان تراب ما أقدر أتنفس إلى جهاز ما التنفس لما يحرقونها يعني ما أنا قاعدة هاي القرية كلها ما أنا قاعدة ببيوتها يحرقون هاي السنان والريحة مارت البلاستيك كلها تجي تستغرب العائلات من إنشاء هذا الموقع داخل منطقة سكنية بل لا يبعد سوى مئة متر عن دائرة الصحة العامة وقد تتكرر مأساة الأهل بالهجرة القسرية هربا من الروائح والأمراض كما حصل سابقا عندما هربوا من بطشي الإرهاب شيء ما يشبه شيء يعني الطمر صحي بنص منطقة سكنية يعني هاي راح تتحول يعني حجرة نقبل عالينا ما عالينا من التهجير هسا تهجير بسبب ريحة الطمر الصحي بلدية معقوبة الجهة المستفيدة من موقع جمع النفايات تعللت الأمر بعدم وجود موقع بديل في الوقت الحالي إضافة إلى هشاشة الوضع الأمني ليلا في الطمر الصحي في ناحية كنعان مما يضطرها إلى استخدام هذا الموقع حاليا والله بدأت بالوقت الحالي ما عدنا لأن قطعة أرض توفر بها شروط البيئة والصحية ما موجودة في هذا المكان طلعنا كشف أكثر من دائرة بحث عن قطعة أرض مناسبة ما توفرت وتستمر التحذيرات من كارثة بيئية وصحية في حال استمرت الجهات المعنية بجمع النفايات وسط الأهالي واحتراقها بين فترة وأخرى من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة